السلام عليكم و assumed to come to peace أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة تكلمنا عن البوكس بلوت قبل كدة في يامنا الهدف منه وقولنا هنتكلم في الحلقة دي عن آآ الـ أنا عشان أتكلم عن من أهم الـ أنا كمحمد من أكتر البلوت اللي بستخدمها كاليس سنتين اللي فاته دول قوس لك. وستخدمها Hackت فين ان تستخدم بعض الان واحد يعطيك هذا شكل اسمه لان انشبيو اللي هي الع requesting هي uh 시간 العربية بس هي قلة بتعمل موسيقى لو كتبنا كده فايلون من غير بلوت هتطلع لنا القلة دي اه ايوه هي دي اللي كانت في فيلم عادل امامي اللي الودرمها من فوق السلم ومش عارف ايه اللي حصل بعدها فدي الفايلون بلوت هي شبه الفايلون زي ما احنا ما قلنا هي عاملة نظريا هي عاملة زي البوكس بلوت باخر هي موريك البوكس بلوت الانتر كورتار رينج والميديان والمينيمم والماكسموم بس هو بيدي البوكس بلوت دنسيتي دنسيتي الكثافة اللي حوالي البوكس بلوت هو بيدي البوكس بلوت دنستي زي هنا كده واشبه بالبوكس بلوت بس مدي البوكس بلوت دنستي كثافة عشان تشوفها زي المنظر ده ادي اهو الدنستي اللي هو الويتس equal الدنسي بلوت اللي هي معمولة حوالي البوكس بلوت دي كده ان الويتس ده حجمها يمثل بتاع الحاجة اللي احنا بنعملها نفس الكلام هنا هي اشبه بالبوكس بلوت بالزبط. طيب يا محمد ماشي يعني اه عرفنا انها اشبه بالبوكس بلوت بالزبط. ايه الفايدة من الموضوع. انا بس عايز في صورة عجبتني قوي هنا شايف الصورة دي شايف الصورة اللي على الشمال. ال point دي. ال point دي بيتمثل لو احنا ما استخدمناش البوكس بلوت او دينست بلوت بتاع ال point بتاعت الداتا بتاعتنا هتبقى عامل ازاي. تبقى المنظر ده. مش مدياني اي قيمة قوي. انما البوكس بلوت في النص اهو مديني شكل معين مديني اه minimum وماكسمم ومديني 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 وليف عليهم بقى حاجة تالتة اللي بتدهاني دينست بلوت اللي هو دينستي بتاعت ال points data data points depends on frequency بتاعها. دي مكورنة بسيطة ما بيني انك لو عملت دوت بلوت فاكريني المرة اللي فاتت. قلتلكم في الحالة دي مش هينفع نعمل دوت بلوت. هنعمل بوكس بلوت. هنا بوكس بلوت بتوريك بوكس بلوت هتبقى عاملة ازاي? وبتوريك الدينست بلوت هتبقى عاملة ازاي? السورة دي فيها تلاتة بلوت ممكن تعملهم لنفس الحاجة. وبتوريك ميزة كل بلوت فيهم. طيب ايه ميزة الدينست بلوت يا محمد? احنا المرة فاتتستخدمنا البوكس بلوت في الكمبارزون. طب البوكس بلوت الدينست بلوت بقى ايه فايدة الدينست دي? انا هوريك فايدة الدينست دي في المجال بتاعنا. ابسط حاجة. لو جينا نبص ع الصورة دي. عارفين الصورة دي بتاعت ايه? الصورة دي في الاكس اكسس. اتفقنا ان الاكس اكسس في الفايلين بلوت. في البوكس بلوت هية كاتيجريكال داتة. وفي الواي اكسس في فهنا مثلا في البوكس بلوت في الفيولون بلوت ديان بيوريين ان الاكس اكسس عبارة عن طيب مثلا ال T-cells المونوسايت الماكروفاجج ومديني فوقه على الاكسس الاكسبريشن ليفل يبقى الاكس اكسس وي اكسس الاكسبريشن ليفل والاكسبريشن ليفل دون بتاع جين معين اسم الجين ده FZD9 FZD9 جين لا انا كتبت غلط FZD9 جين تقريبا جين انا عارفه بتقريبا عن الجين دوا مسلا ده السمبل بتاعه كزا وتبدأ تشوف مسلا الجين ده بيعمل ايه لو جينا نبص كده اه جين فاميلي اسمها كزا والجين فاميلي دي اه دومين لريسيبتور لسيجنال بروتين يبقى هو ريسيبتور لسيجنال بروتين اوكي نرجع تاني بقى للصورة الصورة بيديو تمثل الاكسبريشن بتاع الجين دوا في السيلز دي كده احنا فاهمين الصورة الفايلون بلوت بقى بتقول الانفورميشن زي الفايلون بلوت بتقولي انه هو بيزيكلي بيزيكلي الجين دوا بيكسبريسد في السيلز والنيتروفيلز بس مش بيكسبريسد في بقية السيلز اللي هي المونو سيلز والماكروفاجز and so on ادي دي اول معلومة تاني معلومة الدنس بتاعته في النيتروفيلز اعلى من الدنس بتاعته في التي سيلز ده دي منز اون الكسبريشن ليفل واخد بالك ادي دي فكرة الفايلون بلوت تاب تاني مقارنة اقوى شوي عنشوف دي مسلا اهو دي مسلا تعم بص على اللي على الشمال دي تلاقي ان الاكس اكسس عبارة عن سيل تايبس cd40 سيلز cd80 سيلز ميكسد تي رجوليشن ماكروفاجز cd3 بوزيتف بلازما دي سيلز سو لو شفنا الجين اللي فوق ده اللي هو ترانس اف وان ا دوان اللي هو الجين دوان والواي اكتس عليها هنلاقي انه الماكروفاجز والديندريكسلز هم اعلى خليتين الجين ده بيكسبريس فيهم تاني بص على حاجة تاني ايه تاني يا محمد ايه تاني ايه تاني نفس الفكرة بص هنا مثلا دي مقارنة بين اربع جينات جين s1 pr1 cx cr6 cxcl16 وبيقارن ما من الجينات تلاقي ان الجين مسلا الاولان ده بيكسبريس في كله مع ده اللي هو دي طبعا الاكسبريشن بتاعه بيختلف بنائا على الدينستي بتاع وبنائا على الماكسم بتاع البيتفايلين بلوت والمينام بتاع طيب خليني ايه شوف حاجة تانية ولا كفايا كده فهمنا الفكرة طب تانية انا كل ده جماعة بجيبهم لكم حاجات في اه نيجي نشوف هنا. هنا نفس الكلام بس اكتر من جين بقى اشوف اكتر من جين واكتر من سيل في الاكس اكس. ونفس الكلام بتقرم ما بينهم بناء على بتاعة هنا نفس الكلام بتلاقي ان الجين الخلية لقم تلاتاشر او الكلاستر رقم تلاتاشر الاكسيبريشن بتاعها للجين دوان عالي شوية عن باقية السيلز حتى المينمم بتاعها بدأ من السفر. واخد بالك وهكذا. جميل جدا الفاعلة بلوت. بص الجمال بص الجمال. هنا الواي اكسس هو السيلز والاكس اكسس هو الجينز. اوكي نفس الكلام برضو. نفس الكلام جينات اهي في الاكس اكسس والواي اكسس موجود هنا كل خلية. تيجي تبص على الخلية مسلا سي دي فور سي ام. سي دي فور سي ام يعني سي دي فور سنترال ميموري تي سيلز. شوف ان سنترال ميموري تي سيلز بيكسبرز فيها الجين الاولاني اللي هو سي سي ارت سيفن. زين مسؤول على النايف. وبيكسبرز فيها اه تقريبا الفوكس بيسري لا السي دي اه اه سيكس نوعي. بيكسبرز فيها الجين دو اويكسير فيها جين دوا. تيجي ت�شوف خليه ثانية زي الجنزم كمسلا. تقريبا جينات مختلفة اللي بتكسبرز فيها والدنست بتاعهم مختلفة. تلاقي 기ن اسمه جرنزم ا. بيكسبرز في خلية المص jongاليين في خلية Dan. وضع جن تاني اسمه جرنزم بي بيكسبرز في الخلية دي. وهناو جينات تحت بيKE في الخلاية دي. بس ستلاقي ان الجن اللي اسمه بتاعه قليل في الخلية دي. موجود بس قليل. شايف صغير ازاي? مش ازاي التلاتة دول. معلومات مهمة جدا يا جماعة. معلومات مهمة جدا. موضوع مهم جدا. طيب انا كفاية راقي كده. ممكن اواريكو بس اه تلاقي بس هنا حاجة شبه كده. او نفس الكلام هو برضو. ده برضو بس شكلها مختلف شوية. طيب كفاية راقي بقى? طيب نخش على الار. موضوع سهل جدا ان شاء الله في الار. زي ما اتفقنا. هنستخدم نفس الداتة اللي استخدمناها لمرة اللي فاتت. للام بجي. طبعا هنقول له. جي جي بلوت. وهنقول له. هنستخدم الام بجي. هي داتة جوه موجودة جوه الجي بلوت. استخدمناها المرة اللي فاتت. لو حابين بس نبص عليها كده بصة. اللي هو الهيد لي ام بي جي. تمام? هي دي الداتة. اه ده الشركة اللي عملت العربية. وده الموديل بتاع العربية. وده الديسبل. وده الييري اللي تلع منه. ال سي واي الواسلندر. والترانس اللي هو اوتو ولا امانوال. والدريف اللي هو. اه كنا قلنا ان الدريف اللي هو هل هي الرباعيات الدفع. صناقية الدفع امامي. صناقية الدفع خلفي. اه سي تي واي اللي هو في السيتي عربية بتمشي ازاي بير جلون. وفي الهايوي اللي هو الطرق السريعة برضو نفس الكلام. والكلاس اللي هو بتاع العربية. طيب هنستخدم. لو تفتكروا المعارة فاتت عملنا ايه? عملنا جيوم بوكس بلوت. ده اللي احنا عملنا المعارة اللي فاتت. استخدمنا الاكس اكسس ال دريف. واستخدمنا الاكسس ال دبيو اتش واي. المعاردة هنعمل نفس الكلام بس هنستخدم الجيوم. سهلة جدا. سهلة جدا. نفس الحاجة بس اداني ادى البوكس بلوت دنستي. لو جيت عملت كده مسلا اوريك الفرق ما بينهم. والبي يبقى. سوري. هناخد ده كده. هنعمل بوكس بلوت ونحطهم جميع بعض. قارن ما بينهم بس. وبدل بلوت هنقوله جيوم بوكس بلوت. ادي ديل بلوت ونقوله بي وان زائد بي تو هيطلع لنا تو بلوت جنب بعضه. ليه? بي وان زائد بي تو. بي وان زائد بي تو. بي وان. طيب عشان ما نضعش وقت في ان احنا نشوف الارور ده مشكلته ايه? انا هوريكو الاتنين جنب بعض بطريقة ثانية. دي ودي نفس البلوت بس البوكس بلوت بتاعتها. واردين ببالكو. طيب. دي دي الفكرة العامة للموضوع. ده ودا البوكس بلوت. ده ودي واردين ببالكو ازاي الاول ازا اتحولت عاملة ازاي? حولتها كأنها حولتها. طيب. ايه المفهوم بقى اللي احنا عايزين نعملوه? عايزين نزود شغط حاجات كده على. اول حاجة. هنغير الثيم بتاعنا زي ما احنا متعودين. الثيم لايت. دي اول حاجة. تاني حاجة. هنعمل حاجة جميلة جدا وهي ان احنا هنضيف البوكس بلوت للفايلن بلوت اللي معانا. تاني. زي الحاجات اللي حونك هنشايفينها من شوية. من شوية كده احنا شفنا ايه? ان فيه سور بيبقى فيها لوحدها. وسور بيبقى فيها جواها بوكس بلوت. احنا عايزين بقى نعمل ايه? جيوم بوكس بلوت. ومتقول له بص اللي هيحصل. طلع للاتنين مع بعض. طلع للبوكس بلوت. وطلع للبوكس بلوت. بس لو تلاحز هتلاقي ان البوكس بلوت حجمه كبير في شكله وحش. فهنستخدم ارجوان تسمعه ويتس. ايكوال زيرو بوينت مسلا فايف. فهيصغر لي حجم ممكن نخليه زيرو بوينت سري. هيصغر لي حجم البوكس بلوت. نقول له بزيرو بوينت تو. اهو. كده شكله لحد ما مناسب. وموجود شكله لطيف جد. طيب. تاني حاجة عايزين نغير الكلر بتاع الوال او الكلر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. فهنقول له ايه? اه اه. fill equal red. هبقى منظره كده. الفيل اللي هو اللي بره لو تلاحظ. نقول له مثلا نغير اللون نقول له جي جي ساي. دينا اللون ده. وليه دي مش شغال. خليني استخدم اللون تاني. للفيل. وعيد استخدم للكلر. كالر استخدم لون تاني زي البلو. انا مش حافظ الالوان دي مشكلة. لو تاخد بالك هي اللي حصل انه الكلر ادى الحواف باللون الازرع والفيل ادى البوكس بلوت نفسه. اوكي? لو عايزين نغير الالوان بتاعت البوكس بلوت هنغير الالوان من بوكس بلوت من هنا. تمام? بس احنا هنزيبها بيضة دلوقتي. طيب في حاجة تانية كنا شفناها وهي انه كان نخلي هي الارقام والها هي الكلر. البلوت اللي انا كنا شايفينها من شوية. فاحنا نعمل كده ازاي? في حاجة اسمها كورد فليب. لو عملت كأنه هيشقلب لك الصورة. بص المنظر ده. بقى هي هي الارقام والواي اكسس هي الصور كأن الصورة مقلوبة على حسب انت عايز تعمل ده ازاي? اه طبعا اتفقنا قبل كده نحن ممكن نستخدم جي جي طايتل. العب بقى مع نفسك. واتفقنا قبل كده استخدمنا حاجة اسمها الايكس ليب. مستخدمنا حاجة اسمها الواي ليب. الكورد فليب شاقلبت لي. البوكس بلت ضفت لي بلوت. السيم لايت ادتني باك جراوند. الفايلون ادتني الكالر. ادتني الفايلون بلوت. وادتني الكالر بتاع الفايلون بلوت. والحواف بتاعت الفايلون بلوت شكلها عامل ازاي? الجي جي تايتل هاديني تايتل. كده. ايه? ايه؟ مايشي. 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 تاديني تايتل فوقهو. حل. الاكس ليب هتغيرلي الاكس ليبل. اللي هو هيبقى هكتب انتو. اللي يعني في حاجة اسمها انتو بالانجليزي. اهو. بقى محمد الاكس ليبل. وي انتو اللي هي الواي ليبل. اللي هي يعني كانت الواي ليبل. بس لما احنا عملنا كورد فليب. بص لو شلنا الكورد فليب. هترجع زي ما هي. لو رجعنا الكورد فليب. هتتشقلب بالمنظر دا. اتعلمنا النهاردة حاجات جديدة. ايه الحاجات الجديدة؟ اتعلمنا ان في بلوت جديدة. وتعلمنا ازاي نكمباين بتوين تو بلوت. اللي هي. اللي هي. وتعلمنا ازاي نشقلب. اي بلوت ممكن تستخدمها الكورد فليب ده. اي بلوت. اي بلوت اي كانت هي اي. ده الكورد البلوت مش بس الدا. انا بس باديكم الابشن كل مرة ابشن زياد. شكرا. شوفكم الحلقة الجاية. و سلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا